وهو غني على التعريف ومؤسس لمنظمة إسلامية ومنظمة الإمتداغات الإسلامية ويعني عنده الكثير من المبادرات والكثير من المؤسسات التي يشغل فيها مناصب عليا فنسأل الله تعالى يبارك فيه وفي علمه ونحن لا نستغني عن تجربة منظمة الإمتداغات الإسلامية وهي تجربة لا شك بأنها تحتاج إلى ساعات قويلة من أجل سرد نقاطها ضائسة ونود منه حفظه الله نقاط منيرة على تربة هذه الجائحة ومن أجل استفادة من تجربة منظمة الإمتداغات الإسلامية فليتفضل مأشورا مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير أخواننا في المنصة وطبعا الدكتور فوزي على رأسي وعيني والدكتور زياد يعني كنت أتمنى أن أستمع لكلامه عشان أستنير به ولكن للأسف حمشي أنا في طريق مظلم إلى أن ينيره لنا الدكتور زياد من الأردن الجميلة الحلوة حبيبتنا أنا هبدأ ببعض الأشياء استكمالا لمسيرة الدكتور فوزي والتحديات سواء كان قبل الكورونا أو بعض الكورونا للمؤسسات العمل العربي الخيرية لأن طبعا الكورونا ستعدى وعدت وعدنا منها الحمد لله بأطر كترة جدا وتكيفنا معها وده طبعا شيء نعاني معاناة شديدة جدا 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 في صرف أموال المؤسسات العربية والإسلامية وغيرها في أفغانستان اللي موجودة في البنوك ثالث حاجة اللي هو قوائم الإرهاب كل يوم تصح من النوم تلاقي اسم شخص أو اسم مؤسسة موجود على قوائم الإرهاب عند ورلد شيك وعند الحاجات دي كلها ثالث رابع حاجة قسرة النجزوح الداخلي سواء كان للسوريين أو لليمنيين والقضايا المغيبة اللي احنا بنتكلمش عنها في اليوجور والروهينجا وكشمير إلى آخره رابع خامس حاجة قلة الكفاءات البشرية المدربة ثالث حاجة المانح العربي والمانح المسلم غير مقتنع على الإطلاق غير مقتنع على الإقلاق بالتدريب والتأهيل والبحث والتنقيب والتمكين المجتمعي مجتمعات المحلية وقامة المؤتمرات ورش العمل للتواصل وتبادل الخبرات وإيجاد إيه كل الحلول دي كلها إيجاد الإيمان بأن العمل الإسلامي الإنساني ما زال تقليدي المانحين بتوعنا يا شباب وده اللي بيخلي الواحد يبقى تعبان جدا 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 سوق في الكورونا أو خلي الكورونا إنهم ما زالوا في مرحلة التقليد الأخيرة ولاست الأقل الأهمية عدم تمكين المرأة والشباب في داخل المؤسسات بتاعتنا كلهم دور فاعل وفاعل أما السبعة وده القاتلة اللي هو بدأت مؤسسات الأهم المتحدة يا دكتور حميد تتنافس مع المؤسسات العربية والإسلامية بفتاوي وده المفروض ترده عليها بفتاوي تجمع لهم يجمعوا الأموال التي مفروض تجمعها المؤسسات العربية والإسلامية ده بالنسبة للتحديات اللي هم نتكلم عنها في هذا المجال مجال الكورونا وما قبل الكورونا وما بعد الكورونا ايه هو العمل الإنساني كمهنة أنا بقول الكلام ده ليه دكتور حميد أنا مش هركز أول على الكورونا لأن أنا عارف أن في مؤسسات تتكلم كثير جدا عن الكورونا زي أخونا يتكلم عن تجربة أم التحدة ومؤسسات الصريب الأحمر والأحمر الدولي وأخونا زياب برضا هيتكلم عنها وغيرهم أنا هتكلم عن أساسيات إحنا سعب بتغفر عنها وعمة الناس لا يدركوها العمل الإنساني يعني ايه يوازي يوازي عمال الإنقاذ زي ما احنا شايفين القضية بتاعت ابننا اللي اسم ريان في المغرب هو بالضبط زي العمل الإنقاذ ده عمال الإسعاف رجال الأمن والبوليس رجالات الجيش ليهم دور معين احنا بنقوم بيه بردك في العمل الإنساني الأطباء ودورهم المعلمين ودورهم العمل الإنساني نحن نقول بيه مجتمعي بيخش في كل هذه المجالات الإعلاميين اللي بيرفعوا الوعي والإدراك البانيين المجتمعات والحماية المجتمعات كذلك المحافظة عن مقدرات الشعوب وأخيرا الذين يصنعونا اللي هو قيادات المستقبل أنا بكلم الكرام ده ليه؟ لأن في أكثر من 30 أو 40 شخص بيسمعونا من القيادات قد يكون البعض مننا غير مدرك أن مهنة العمل الإنساني توازي هذه المهن وهي مهنة وليست مجرد يعني انتفاضة أو فزعة أو هبة أبدا 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 العمل الإنساني ليه مبادئ ثوابت وليه أذبيات وأخلاقيات ليه حاجات ثبتة لا تتغير سواء كان الكارثة طبيعية من فيضان أو زلازل أو براكين أو نزوح أو الأخير أو كارثة صنعة الإنسان كالكوارث اللي هي نتجة عن الإصلاعات المسلحة لكن نتعامل معها بثوابت لا تتغير الثوابت لكن تتغير اللي هو الظروف اللي حوالين الكارثة تتعامل فيها فحينما نتعامل مع المنفرومات الصلاعات المسلحة ليها ظروف مختلفة حينما نتعامل مع الفيضانات والزلازل والبراكين إلى خلالها ليها ظروف مختلفة لكن ثوابت ثبتة لا تتغير أبدا فهنا نتكلم يا شباب عن أننا نعمل عمل لأصول وليه ثوابت وليه تقاليد وليعادات وليه مستقبل كذلك نتكلم فيه ده بالنسبة للأشياء اللي نتكلم عنها فيه العمل الإنساني اللي هو ليه ثوابت لتتكلم وده عرّج عليه أخونا دكتور فوزي النقطة اللي هي بنتكلم فيها حاليا ماذا بعد الكورونا الفقر حيقتلنا أكتر البطالة حيقتلنا أكتر وأكتر الانقسامات العائلية اللي انتقل للطلاق والحاجات دي في بعض المجتمعات موجودة التشرط في جميع أو في بعض الأماكن موجودة ستخرج لنا ثقافات جديدة لم نكن ندري بها موجودة الأغنياء الجدد سيخرجوا علينا هم خرجوا فعلا ظهر أغنياء الجدد خرجوا فعلا فيه مجتمعات جديدة ستخرج علينا وخرجت فعلا سنكتشفها فيها بعد فيه مهن جديدة خرجت وامتهن حديثا فلابد نتكيف معها وفيه وسائل حياة جديدة ومتغيرة ستخرج علينا كل هذه الأشياء وغيرها هنأواجهها ليس اليوم وغدا بل دي من توابع الكورونا اللي احنا منتكلم عنها كذلك اللي هو وسائل الحياة الجديدة التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية هتطلع لنا أشياء جديدة لم نكن نعرف عنها من قبل الطرق والوسائل الجديدة في التعليم والتواصل زي ما اتكلم عنها أخونا الدكتور فوزي ولابد أن نستقرق العالم الجديد اللي احنا هنعيش فيه هنعيش فيه ازاي بعد الكورونا وقبل الكورونا وأثناء الكورونا السؤال الأخير اللي انا عايز اقوله قبل ما احبطت التعريف النهائي وانتهي من الكلام أنا أحب باتكلم كتير وأرجوكم توقفوني على الكلام هل الكورونا كجائحة كانت شيء مضبر أم شيء طبيعي ده مش السؤال اللي هجاب عليه السؤال اللي هجاب عليه حتى لو كانت شيء مضبر أنا لابد أن يكون لي دور داخل أي جائحة لا أتوقف في نظرية المؤامرة فقط بل أتعدى من نظرية المؤامرة وأخرج منها إلى حل المشاكل المجتمعية أما تعريف العمل الخيري اللي أنا هنخيبيه إن شاء الله عشان نقوله الدكتور حميد ما يرفعيش الكارت الأحمر لأنه بكرة النهائي بتاع كاس أفريقيا ما بين مين؟ ما بين مصر مش كده؟ ما بين أم العرب أم الدنيا وأب الدنيا كلامك يعني من ذهب يعني بودنا لو تواصل لا ربنا يا كريم عشان بس يا أخوانا العمل الخيري هو رسالة وقيمة فكذا لينا كلنا يا شباب رسالة وقيمة مهمة وأداء تفعيل وأنتاج حب وعطاء بذل وسخاء بشاعر وحياء عدل وإخاء أرض وسماء أخوة ووفاء تمكين وأحياء للمجتمعات كلها دا العمل الخيري العمل الخيري بدأ بخليقة آدم عليه السلام خليقة كافة الخلاق اللي خلائكم ربنا سبحانه وتعالى عشان ايه؟ يخدموا آدم عليه السلام فنحن مجتمع ننتمي إلى جذور العمل الخيري الأبدية السرمادية بإذن الله سبحانه وتعالى فلابد علينا يا أخ زياد ويا أخ فوزي ويا أخ حميد أن نؤثر أن نؤثر ونفلسف لنظريات جديدة نحن نكون أساتيزة وأبناءها وروادها لكي لا تأتينها نظريات وفلسفات وثقافات غريبة على مجتمعنا وده دور العمل الخيري ودور الإخوة والأخوات اللي بيسمعونا لابد أن نكون صانعي نظريات وثقافات وفلسفات وأدبيات يحتزي بها العالم الكل داخل كورونا وخارج كورونا وأنا بشكركم أنكم صبرتم علي وأنا بتكلم وسمحتولي أن أنا أتكلم معاكم للمرة الثالثة أو الرابعة أو الخمسة وأنا صوت عالي بجيب صداع لمن يسمعني وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن نشكر نشكر الدكتور هاني البنة على يعني ما وخص صلاة